السلام عليكم وصاحف طوركم سنتحدث في هذا الفيديو على أهمين شياخة منصبه رأس حربة رقم 9 سوف يلعب مع الرديف كوبنهاغن في عمره 18 سنة 1.91 إن شاء الله نشوفه كشنار مع الفريق الوطني الجزائري سنتحدث عن الميزات وإن شاء الله يعجبكم الفيديو تبعوا معي حبس ورقة رايح سوف نشوفكم تشوفوا الفيديو وما تديروش الاشتراك 70% يشوفوها ويروح ثم لا تنسى تشترك في القناة اليوتيوب سوف نخدم على الفيديو ونسى أن أعطيكم محتوى جديد وشيء اللي لم تشوفوها في القناة الأخرى أنا لدي حساب في التيك توك لدي صفحة في الفيسبوك وفي انستغرام الديزيتبولفنسيس لا تنسوا ما يحبوا يتواصلون معي كاش مشكل يعطيكم صحة وشكراً للدعم صحيتو أولاً الميزة الأولى تاعة أهمين شياخة هي التمركز التمركز في مطقة العمليات تلقى دايماً في المركز المناسب لكي يستلم الكرة ويسدد الكرة ويسجل أهدفه بكل برودة أحصاب أنا في هذا اللقطة كان يتبع اللعب وقدر يمركز روحه قبل المدافع سبقه هنا وقدر يحط روحه في اتجاه التمريرات ويسجل الهدف هنا نفس الشيء أرى في تمركز هنا هدفت على رقم 9 حقيقي هنا قدر يروض الكرة ويدور بها عنده لكاليتي الجزائري على بالك بلي عنده الجودة ويدور بالكرة وقدر يسجل هدف وجه لي وجه عنده برودة أحصاب يعرفي فيني عنده فنيش شابه هنا نفس الشيء أرى يلعب بالأبيض هنا شوفه شوف كيف يجعله تمويه للمدافع داركيش غراح يضع الابل تاعه وراء المدافع وفي نهاية المطاف سبق المدافع هنا وقدر يستلم الكرة ويسدد سريع جداً رد فعل سريع جداً عنده الريفليكس ستنجون جور في عمره 18 سنة سيد رائعي طيري هذا اللقطة نفس الشيء شوف التمركز تاعه دايما يعرف يتمركز ما بين المدافعين ويكون في منطقة وين يقدر يسجل يعرف يتحرر ويخرجهم المراقبة هنا مرة أخرى نفس الشيء يسبق دايما المدافع ويلعبها لهم هنا نفس الشيء هذا اللقطة كأنه تمركز مليح مرة أخرى الزاميل تاعه وعطاله الكرة وستلمه وسجل سبحان الله دايما يلقى روحو متحرر هنا كيف كيف عملية جماعية هنا يا شوف تبدو الكرة ويقدر يسجل تعلم بالمساحات يعرف تاني تتمركز في الكرة الثانية فكرني فيه إنزاقي شوية في طريقة الإنهاء والحضور تاعه في مطقة العمليات هنا كيف كيف كرة ثانية وكان في المركز المناسب باش يسجل هنا لقطة أخرى تاع الكرة الثانية تمركز صحيح وقدر يسجل بالرأس هنا نفس الشيء توزيعه والكرة الثانية ديفياسيو هنا وكان في المركز المناسب باش يسجل هذا وش نسناه من رقم 9 واحد يتحرك ويضعه في المركز المناسب في التوقيت المناسب مرة أخرى توزيعه كرة ثانية الجانح استلم الكرة راوغ دار توزيعه وشياخه كان فيه منطقة 6 أمطار باش يسجل وينهي الهجمه هنا هو اللي بدأ اللقطة نطلق من بعيد هنا يا كان خارج منطقة العمليات دار تمريره بينية للمهاجم الثاني يضيع الكرة الحارس تصدى الكرة وكان في الكرة الثانية مرة أخرى عنده توقيت جيد وتمركز عنده حس تهديفي يكون في المنصب المناسب في التوقيت المناسب التوقيت سرعني غير نظر على التوقيت بس كيف مهم جدا عنده توقيت رائع في الكرات الهوائية وهذه تولي القراءة تعالو وضعيات والتكوين في المدارس الأوروبية هذه حاجة بينها شوف يعني التوقيت تتعو في هذا التوزيعه يعرف في تمركز مليح مع المدافعين قلت لكم رقم 9 حقيقي لتعينه الهجمة استنفيني سير هذا شوف الرأسيات ارتقاء 1.91م الله يبارك يربح سراعة الهوائيات قدرت تكلع له في الرأسيات شوف ما شاء الله يعرف في تمركز يا ودي هذا هو البالون التكوين التوقيت تتعو مناسب قلت لكم عليها في الرأسيات ماشي غير في الرأسيات حتى ولو ينهي الهجمة بالرجل عنده توقيت رائع يعرف يتحرك يعرف يطلب الكورة هنا في هذا اللقطة شوف كيف يطلب الكورة لإضافة التعو دايمن جيست ويستلمها في المركز المناسب ويسدد بكل برودة أحصاب هنا كيف شوف التوقيت كيف يتحرك زاميل تعو كانت عنده الكورة الجانح هو دار لابل دوبال لطلب الكورة في منطقة العمليات وقدر يسجل يعرف ينهي الهجمة وجه لي وجهي ماركي طلب الكورة في المحور في العمق هنا توقيت رائع مع ممرر الكورة كورة طويلة فعالة وقدر ينهي الهجمة هنا كيف كيف تبع مليح اللقطة دالابل دوبال تعو في المحور وقدر يسجل بالرجل يوسرى ينهي بالرجل يمنى والرجل يوسرى ستناطاكون ليقدر يكمل بالقدمين هذه الفقرة الأخيرة المجهود الفردي عنده أهداف وين يسجلها وحده ويراوغ يسجل وين طلق من بعيد هنا سدد والكورة الثانية نجح فيها هنا شم الهدف نقدر نقولها ضغط وقدر يراوغ الحارس هنا وسجل مهاجمانالية هذا المهاجم عنده فعالية مهاجم تاع إنهاء تقدر استعمله كما حطة طويل القامة نقاط القوة عنده توقيت جيد قراءة الوضعيات لاعب تاكتيكي عرفيت مركز مليح المشكلة اللاعب لحد الآن في عمرو 18 سنة ما زال ما تطورش بدنيا ما زال ما عنده لا فورم فينال إن شاء الله نشوفه مع المنتخب الأول كما نهار بيانسير ما زال ما راح واجد ما عندك واشنطاكتيكي ما أبجادية كورة القادم عنده كل عنده ناقص شوية في السرعة لازم يزيد يطور في السرعة لازم تكون عنده شوية الإكسبلوسيف بالصح ما شاء الله نتمنى للتوفيق في المستقبل وإن شاء الله نشوفك نهار في المنتخب الوطني يعطيكم صحة لتبعتوا هذا الفيديو نقولكم صحة فطوركم